من شعائر الله العظيمة والسنن المؤكدة التكبير في العيدين وعشر ذي الحجة قال تعالى وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فيستحب الإكثار من التكبير في هذه الأيام والجهر به في المساجد والبيوت والطرقات والجهر للرجال دون النساء والتكبير نوعا مطلق ومقيد أما المطلق فهو الذي يسن كل وقت من دخول شهر ذي الحجة حتى غروب شمس آخر أيام التشريق وفي عيد الفطر من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام لصلاة العيد وأما المقيد فهو الذي يسن في أدبار الصلوات المكتوبة قال تعالى وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعَدُودَاتٍ قال عكرمة يعني التكبير أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات فإذا سلم من الفريضة واستغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام بدأ بالتكبير والتكبير المقيد يختص بعيد الأضحى دون عيد الفطر ويبدأ التكبير المقيد لغير الحاج من فجر يوم عرفة وللحاج من ظهر يوم النحر وينتهي للجميع عقب صلاة عصر آخر أيام التشريق وللتكبير صياغ منها الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحب شكرا